المغلقة نفتحها لكم والأبواب المقفلة نطرقها لنفتح الدروب العلم والمعرفة أصداء لإذاعة واحدة صوت التربية والتعليم الإذاعة التعليمية الأولى من فلسطين شؤون وقضايا تربوية نطرحها ونسلط الضوء عليها نناقشها مع المسؤولين بكل موضوعية لتفتضح الرؤية لديكم كل ذلك وأكثر نتناوله في برنامج فضاءات تربوية والذي يأتيكم عبر إذاعتي صوت التربية والتعليم والرأي الفلسطينية يوم الأحد تماماً واحدة وخمس دقائق ويعاد يوم الاثنين عند الثامنة مساء فضاءات تربوية إعداد وتقديم هاني إسماعيل ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج فضاءات تربوية والذي يأتيكم عبر أثير إذاعتي صوت التربية والتعليم وإذاعة الرأي الفلسطينية يتجدد اللقاء بكم وموضوع تربوي جديد في هذه الفترة ومع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثاني وتحديداً لطلبة الثانوية العامة تكثر الأسئلة والتساؤلات بين الطلبة حول طرق المذاكرة وتنظيم الوقت وأيضاً طرق الحفظ والمذاكرة كل هذه الأمور يتداولها الطلبة فيما بينهم ويسألون عن كيف ينظم الطالب وقته وكيف يمكن له أن يدرس ويحفظ المواد كيف يمكن أن يسيطر على حالة النسيان التي تنتابه كل هذه الأمور سنتتناولها ونتطرق إليها في حلقة اليوم إن شاء الله بكل تأكيد في البداية أرحب في ضيوفي هنا في الأستوديو كل من الأستاذ آية المشراوي وهي المحاضرة بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية أهلاً وسلم بك أستاذ آية البشرية المعتمد أهلاً وسلم بك أستاذ حسن أرحب بكم ضيوفي هنا في الأستوديو أستاذ صوت التربية والتعليم كل من الأستاذ آية والأستاذ حسن وأبدأ الحديث مع الأستاذ آية طبعاً الأستاذ آية كانت حاصلة على المرتبة الأولى على فلسطين في الثانوية العامة سنة 1999 وهي الآن محاضرة جامعية قبل أن أبدأ الخوض بالحديث في تفاصيل هذا الموضوع وردنا أن نأخذ يعني نعود إلى الوراء بك قليلاً أستاذ آية حتى تكون دافع للطلبة الحصول على المراتب الأولى في الثانوية العامة هل هو صعب؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بداية نشكر جهودكم الطيبة في هذه الإذاعة الكريمة ونسأل الله أن يجعلكم دوماً نبراساً لأبنائنا الطلبة وجميع أجيالنا صراحة ليس هناك شيء صعب ودائماً نقول ليس هناك فشل الموضوع فقط يحتاج إلى عزيمة وإرادة ولو جئنا إلى المرتكزات الأساسية لو بدأناها بالأول وأنا ستحدث من تجربة الشخصية المرتكز الأول أولاً وقبل كل شيء التوكل على الله إذا استعنت فاستعن بالله ثانياً رضى الوالدين رضى الوالدين يعني هو المفتاح الأول والأخير للتوفيق في الدنيا والآخرة ثم نأتي إلى الهدف يعني فإنه بيعمل على تحريك الدوافع الدوافع الداخلية والبواعث النفسية فتتفجر الطاقة الكامنة والقوة الدفينة في نفوسنا هذا كله هاي الطاقة هاي بتدفعك لأنه تعمل لأنه إذا ما عملتش ما حولتهش لأكشن فزي المقولة الشهيرة أنه إذا عشت على الاستعداد فستكون كمن مات صائماً يعني الاستعداد لازم يوافقه العمل والعمل يحتاج إلى مثابرة مثابرة قوية وصبر والتزام يعني ممكن أنا أبدأ الطريق لكن ألاقي صعوبات أستسلم لا إحنا هنلاقي صعوبات وحنلاقي نواجه مشاكل لكن إحنا لازم نقوي حالنا أكتر فإحنا هنحكي إن شاء الله يعني من خلال كلامنا هذا ومن خلال التجربة الشخصية اللي مرت فيها إنه النجاح مش سحر النجاح له مقومات إذا إحنا عرفنا المقومات فإذن الله عز وجل سوف نصل إلى النجاح نعم بكت أكيد هناك مقومات ومرتكزات أساسية للنجاح والتفوق أنتقل الآن إلى الأستاذ حسان وأيضا قبل الخوض في تفاصيل الموضوع يعني موضوع التوتر النفسي والقلق الذي يصحب الطلبة خلال هذه الفترة يعني أنت معلم ثانوية عامة وتعلم أن يبدأ الفصل الثاني بالدخول وحتى بدايات النهاية يبدأ الطلبة في عملية التوتر قلق مصدر التوتر والقلق وكيف يمكن التغلب عليه بداية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الطلاب الآن في مرحلة الثانوية العامة هو في الأساذة يعني بحاوله في المدرسة يحاول يخلصوا المنهج في أسرع وقت حتى الطالب يأخذ فصحة من في البيت أنه يراجع المواد الدراسية اللي تم أخذها فالطالب بيشعر أن الطلاب بطل يجعوا المدرسة حتى الآن لسا الطلاب منتظمين في دراستهم في المدارس لكن في القريب العاجل حيبدأ الطلاب يعني يكونوا خلصوا المنهج فبيشعر الطالب أنه زي الطالب لما بتفطمه وبقعد لحاله بدي يعتمد على نفسه فبيشعر أنه هذه المرحلة صارت أنه أنا بدي اعتمد على نفسي طب الأستاذ خلص طب الأستاذ كان بساعدني الأستاذ كان بيشرح لي الأستاذ كان بحل معي المسألة إلا أنا بيشعر لنفسه هو في وسط الطريق لوحده فبيشعر بالتوتر الدور الثاني للأهل اللي هو سبب التوتر وهذا الأساس والمصدر الرئيس في التوتر في البيت كان بتلاقي أهل البيت طلع توجيهي أكل توجيهي نام توجيهي راح توجيهي وان رايح توجيهي هذه الكلمات والمصطلحات اللي احنا بنغرسها بشكل عفوي أحيانا أو بشكل دعاب أحيانا لكن هي بتأثر على الطالب تأثير نفسي نعم هي مصطلحات يعني كثيرة يعني انت وان طالع انت توجيهي انت شو بتتفرج على التلفزيون انت توجيهي فاتح نت انت توجيهي يعني مصطلح انت توجيهي يعني ربما يكون هو مصدر القلق الأساسي للطالب هذا الجانب احنا كثير من التوتر فيه بعض الطلاب كمان بتلاقيه بصاحب ناس دائما هما بيزرعوا التوتر عند الطلاب والله انا ما خلصت الشيء في المادة انا مش عارف ادرس فالطالب بينتقل التجربة السيئة من دهنك بصير يعكس الصورة السلبية فدائما الانسان يمشي مع ناس بترفع من معنوياته يمشي مع ناس يعني يشجعوا على الدراسة ما يمشي مع الناس لانه في بعض الطلبة ممكن يقولك انا والله ما بدرسش عشان هو يكون له مرتبة او تميز في المدرسة وزملاء او ما يكونش هو بيحبط الهمم وهذا دور سلبي لبعض الطلبة وهذا عمل غير اخلاقي يعني انه انا احبط زملائي هو لا يضرني اصلا انه الجاب الاول او الجاب التاني في الاخر انا ايلي تخصص في الجامعة او ايلي تخصص في الجامعة فنجاح الاخرين لا يؤثر على سلوكي ومقوماتي وكذلك هو فشل الاخرين لا يؤثر على نجاحي انما عندما اساعد الاخرين يعني يستحضرني في هذا المقام قصة احد المزارعين كان يطلبوا منه المزارعين المجاورين بذور فكان يعطي الاخرين بذور جيدة يعني بذور ذات جودة عالية فبسألوه المزارعين انت ليش بتعطيهم بذور جيدة طب احتفظ بالبذور الجيدة اليك واعطيهم البذور الرديئة قالهم النحل لما بيجي يلقح الظهر اللي عندي لما بلقح بلقح من اظهار متفتحة وذات جودة عالية فانا بينمو عندي الظهر بجودة عالية هو ينظر يزرع النجاح لكي يحصد النجاح وهذا مطلوب من الطالب انه يزرع التفاؤل والامل في نفوس الاخرين لكي لا يعود عليه بالضرر من حيث لا يدري اذا مسألة التوتر هذه مسألة لابد من الطالب انه يضبط نفسيته بشكل قوي انه يعرف انه في امامه متسع من الوقت في امامه لسه متسع انه يقدر يراجع المواد ويقدر يقعد مع نفسه ويعمل عملية مراجعة شاملة والاهل كمان اللي هم دور زي ما هنتكلم في موضوع الاهل اللي هم دور قوي في مساندة الطالب حتى تكون الامور واضحة عند الطالب الان احنا عنا مرتكز اساسي حتى نبتعد عن التوتر الاهل لابد ان يكون لهم دور وايضا الطالب يبتعد عن مصادر القلق والتوتر سواء كانت من طلبة او من اي طالب يمكن ان يشكل له عامل قلق او تثبيت للهمة اعود اليك استاذة اية الان ربما من اهم الامور لتواجه الطلبة في هذه الفترة ان الطالب يريد ان يدرس لكن لا يعرف كيف يبدأ من اين يبدأ كيف ينظم وقته كيف يعمل خطة للدراسة نبدأ في هذه النقطة كيف يبدأ الطالب الان مرحلة الدراسة في هذه الفترة والاستعداد للامتحانات بالفعل كما تفضلت نقطة تنظيم الوقت هي حجر الاساس يعني تنظيم الوقت مختصرا هي ادارة الذات ادارة الذات والسيطرة عليها يعني انا كيف بدي استغل اليومي واستغل الوقت الموجود عندي المتاح الي خلال اليوم انظمه من خلال تقدير زمني بحيث اني انا انجز المهام المطلوبة مني في خلال دراستي حاليا انه كمان الوقت بيتسارع فاول نقطة لازم انا زي ما اتفضل الاساس اهيئ نفسيتي اهيئ نفسيتي تماما وانه انا خلاص مستعين بالله وانه هادي اللي السنة يعني هي سنة دراسية عادية ولكن احنا نضخمها بالهالة النفسية للأسف احنا نزراحها بادينا لا هي سنة يعني عادية فقط تحتاج للنوع من تنظيم الوقت والجد والمثابرة فانا بعمل برنامج دراسي هذا البرنامج الدراسي مع تقدير زمني لازم ان انا ايه احدد البرنامج مرتبط بالوقت او العامل الزمني بوزع هذا البرنامج حسب كثافة المادة الدراسية حسب المستوى اللي انا فيه مستوى كيف بهذه المادة بوزعه حسب سهولة وصعوبة هذه المادة حسب قرب وقت الامتحانات اوكي بعدين بحدد الاولويات ضروري جدا تحديد الاولويات يعني مثلا انا في موضوع معين والله يريد مني جهد واجتهاد اذا انا بحط اولويات برتب اولوياتي في هذا البرنامج فبصير عندي ايه رودماب واضحة خارطة واضحة انا بعرف انا وين بمشي ومن وين ببدأ ولوين بصل كمان انه انا لازم ابدأ من الصعب للسهل ليش لانه دايما لما تبدأ انت بكون لسه ذهنك صافي نشيط انت لسه بكامل طاقتك فما تأجل الصعب للاخر لا بدى نبدأ بالايه بالسهل في نقطة مهمة انا لاحظتها حتى من ايام انا كنت طالبة انه حتى لما بيجوا بنظمه الوقت للأسف بيفكروا انه هذا هذا الجدول اللي انا حاطه جدول طف يعني جامد يعني لا فيه اوقات لا الاستراحة ولا فيه اوقات لا الاسترخاء ولا فيه اوقات للنشاطات الاجتماعية مين قال هو فقط انه انت لما تنظمه بدك تنظمه بطريقة صح يعني بدي انا اعطي وقت لا الاسترخاء والراحة واوزعها يعني انا مثلا بدي اخط اوقات للدراسة مثلا اه اربعين دقيقة انا هيك قدرة على الدراسة والمذاكرة اربعين دقيقة بعد الاربعين دقيقة اذا انا انجزت بكافئ نفسي انا كطالب بكافئ نفسي بقول والله اذا هذا انجزته في الوقت المطلوب انا بكافئ نفسي بحاجة انا بحبها او بحب اعمالها بشرط انه اه انت التايم تابل هدا بوضح انه انه اه اذا طلعت عن الخط معنى تدير بالك ودك ترجع تاني انت تجاوزت اشكال الاستراحة بوزعها يعني بحافظ عم وقيت الصلاة والقرآن it's okay why not باخد شوار ببقرأ بمارس انشطي ما برقطع عن العائلة في اوقات الطعام بقعد مع عائلتي ما في مشكلة انك تمارس هواياتك لكن انت اوكي ربطها بايه بالتايم تابل انت بتكون المشكلة في العشوائية اهه اذا كان ما في عندي جدول وانا براحتي والله اليوم جاع بالي ادرس لا الوقت هذا من جاع بالي فالعشوائية هي للأسف بتضيع الاوقات الثمينة واهم حاجة تحديد الوقت الافضل للمذاكرة نعم سنتحدث يعني عن الاوقات يعني المثالية للمذاكرة لكن الان مع الاستاذ حسان يعني وانت قريب من الطلبة يعني كتير من الطلبة يعني وكتير سألونا انه انا ما بعرف الان كيف بدي اعمل يعني جدول للمذاكرة يعني الطالب في مشكلة عند الطلبة انه احيانا بيأخذ جدول مذاكرة من زميل ربما تكون القدرات مختلفة وحتى لما بيعمل الطالب يعني جدول مذاكرة ما براعي المواد الصعبة والمواد السهلة خلينا نحكي نوع كمان من التفصيل اكتر وتوضيح اكتر وتبسيط اكتر للطلبة طالب الثانوية العامة الان يبدأ يعمل جدول وخطة للمذاكرة احنا المشكلة وين المشكلة انه الطالب في طالب بيحب وقت الصباح للدراسة في طالب بيحب وقت الظاهرة في طالب بيحب وقت الغروب في وقت بيحب الليل هذه نفسيات من الطلاب بتختلف انا حسب ايش اعتعدت في حياتي في طالب بيحب يصحى الفجر يصلي الفجر ويظله صاحي يدرس خاصة هذا بعض الطلاب ما ينقطوا عن حضورهم للمدرسة فترة الصباح عنده فترة فترة نشاط وفترة حيوية لبعض الطلاب الآخرين كان بتلاقيه بيصهر في الليل وبيظله نايم للساعة 11 وهذا ايضا خطأ في عندك مشكلة بعض الطلاب كان بتلاقيه وقت الظاهرة ووقت للنوم ووقت للقيلولة وهذا وقت القيلولة كتير مفيد للطالب انه بيعطيه دفعة نشاط انه ممكن يصهر للساعة 11 وهو لم يشعر بالنحاس ولم يشعر بالتعب لانه اخد قصت من الراحة حتى لو نصف ساعة حتى لو ساعة في وقت القيلولة هذي بتعطي دفعة نشاط وهي من السنة انه الانسان ينام في وقت القيلولة لذلك كما تفضلت يعني انه ياخد جدول من زميله هذا كلام قد لا يناسبه قدراته وهذا كمان بيرجع هو في صف 11 هو كم ساعة يعني كان يقعد على المكتب يدرس هو كان يقعد ساعة بكتير ساعة او ساعتين اليوم بديجي يلزم نفسه يقعد 12 ساعة متواصلة بنرجع لكلام الاستاذة زي ما تفضلت يعني انا في الاخر طاقتي كديش اقعد على المكتب لان بدي اخد في وقت للاستراحة هذا وقت الاستراحة ممكن ياخده كامل له وممكن هو حسب الذهن انا غير مقيد بالجدول انه صارت الساعة تنتين الان في وقت تاني لمادة تانية طولما الانسان ذهنه سياب في المادة ونشيط وبيحفظ قاعد ومسترسل مع المادة ميقطعش المادة لانه الهدف قاعد بيتحقق الهدف مش الجدول اني امشي على الجدول الهدف انه اا قطع شود كبير في المنهج الهدف انو انا احقق مراجعة الهدف انو انا اخزن المعلومات لانه كل ما الانسان خزpannt المعلومات صح كل ما صار سهل رجوحه يعني الآن واحد مثلا سكرتير في المكتب عمل أرشف للبيانات أرشفة سليمة وحط كل البيانات الصادر لحال والوارد لحال والبيانات المالية لحال والمراسلات لحال الآن لما بدي يطلع ورقة سيهل جدا وروح للفايل تباحها وياخد الورقة لأنه خزنها تخزين سليم الطالب نفس الشيء إذا أنا خزنت المعلومات تخزين سليم بكون سهل الرجوع لإلها بكونش في عندي مشتتات وبكون في عنده قوة التركيز في المادة بكون قوي جدا وهذه مسألة كتير احنا بنحتاجها في مسألة التركيز في المادة وفي نقطة جوهرية بسيطة إذا الطالب درس لأنه المادة هذه بدأت تنفعني في حياتي هيحب المادة صحيح مش بدرس أنا عشان الامتحان أنا لما بدرس عشان الامتحان سرعان ما بيخلص الامتحان خلصت المادة لم تضع وزارة التربية والتعليم المناهج للمتحان يوما من الأيام إنما وضعت المناهج في كل دول العالم لكي تنفع الطالب في حياته لم تكن عبءا علي دراسيا أنه أنا والله بس بدي أمشي في هذه المادة حتى في الجامعة الطالب أحيانا بتلاقيه بدرس للمادة فقط لأنه أنا بدي أنجح في الامتحان ليس كذلك إنما العبرة أنه أنا إيش استفدت منها وهذا بيشجع الطالب أنه يدرس أكتر ويستمر أكتر ويركز في المادة أكتر نعم مرة أخرى كمان مرة مع الأستاذ أعيال الآن الجدول اللي بيحط الطالب للدراسة شو العنوين العريضة اللي يعتمد عليها الطالب يعني كم ساعة يدرس طالب الثانوية العامة الآن كم ساعة ياخد وقت راحة ترتيب الجدول يعمل الطالب جدول لنفسه يستعين بالأهل يستعين بالأصدقاء بالضبط الآن شو يعمل عشان يعمل جدول دراسي من واقع تجربة يعني ربما تكون تجربة شخصية يعني لطالبة حصلت يعني على المرتبة الأولى على فلسطين في الثانوية العامة هذا أيضا دافع للطالبة ليستفيدوا من هذه التجربة صحيح الآن أنا بقول دايما من تجربتي كطالبة سواء بالتوجيه زي ما تفضلت أو بالبكالوريس أو بالماستر وكتجربتي كمحاضرة أكاديمية وبشوف طالباتي كيف حتى بعد ما خلصوا توجيهي وبسمع من خبراتهم السابقة أنا بقول في حكاية تنظيم الوقت أو عمل الجدول الزمني هذا أنت سيد قرار نفسك في صنع جدولك كيف يعني يعني أنا ما كنت طالبة أروح المدرسة ألاقي مثلا زميلاتي بيحكوا أنه والله أنا عملت جدول 12 ساعة اليوم طب هذا يمكن ما ينسبنيش أنا الـ 12 ساعة ممكن أنا اليوم محددة أوكي حاطة كم ممكن أنا أخفف عن حالي تاني يوم أو العكس أنا مزودة كمية الدراسة اللي هو وقت السحر والفجر مثلا نسبني هذا اليوم أنا ملاقي حالي هيك مزاجي تمام فأنا إيه فيه مرونة فيه مرونة يعني أنا بحط الجدول أوكي لكن إنه أنا خلص هذا الجدول إنه مقدس لا فيه مرونة يعني أنا مثلا فيه معيق إنه أنا صار حدث أو صار ظرف إيش إيش بنقول دايما الحكمة ليف أروح إيش يعني؟ يعني أنت بدك تعمل بلان بي خطة بديلة خطة بديلة إنه أنا أوقات بديلة في حال إنه لو صار ظرف مثلا يا لا سمح الله فالوزت طب ها أنا تنهار نفسيتي أحس إنه راح مني وقت لا أنا في عندي وقت بديل بصلح الخلل هذا في الوقت البديل إذن لازم يكون عندي سبير تايم بعمل الجدول بحط والله إنه أنا مثلا اليوم المادتين اللي أنا حطاهم حطا مثلا مقررة هيك من خلال الجدول الشامل الكامل اللي أنا رسمته والله المادة هاد بطلع لي مثلا إنه أدرس فيها بابين أوكي؟ وبختار مادة ما تشتتش انتباهي في المادة لأنا أخترتها يعني مثلا حافظ على الإنسياب الفكري يعني مثلا مادة فيها معادلات أوكي؟ بختار مادة ها يعني بالنفس الليفل مش إني أروح لمادة بعيدة كتير كتير أحس إنه أنا ايه تشتتت فأنا برتب وضعه والله حسيت إنه أنا أنجزت فيها تمام أوكي؟ زي ما تفقنا إنه في مكافأة اليوم المكافأة هادي أنا بحددها لنفسي لما بلاقي زميلي أو زميلتي غير عني مش معناته إنه هي أحسن مني دايما بنقول ذاكر بذكاء حتى لو كان أقل جهد يعني أنا مثلا كان يقول 12 ساعة وما نمتش لا بنام لكن أنا لما بذاكر بذاكر بتركيز بتركيز أعلى طيب أنا عندي طريقة للمذاكرة عدنا حانحكي فيها إن شاء الله عندي طريقة بالمذاكرة ممكن تخفف عليها وتوفر عليها جهد ووقات غير عن اللي بيدرس مثلا 12 ساعة متواصلة عشوائية في التدريس في الدراسة عفوا عشوائية في عدم تقسيم الأوقات المذاكرة إذن أهم حاجة المرتكزات الأساسية تقسيم أوقات المذاكرة تقسيما سليما حسب قدراتي وحسب الخارطة العامة اللي أنا رسماها يعني مش أركز على مادة وأعطيها حقها وتروح مني مادة تانية لا أنا راسم جدول والجدول هذا يكون وين يكون قدامي على المكتب يكون قدامي على في مكان أنا تشوفه عيني عشان أعمل تشيك على اللي بخلصه هذا اللي تشيك اللي خلصته هذا إنجاز أوكي فأنا بمشي على الخارطة بيدلني هذا الخارطة دائما يكون قدام عيني ودائما أنا بحط عبارات تحفيزية كمان في المكان اللي أنا قاعدة فيه دائما حكم وعبارات هذي كلها إيه بتعطيني محفزات فهو دائما الدافع الداخلي بيعطيك استمتاع بالدراسة وزي ما تفضل الأستاذ إنه أنا لما أدرس من أجل إنه مش بس إنه علاء معلومة وبيدي أنهيها وأفرخها لا أنا هذه المعلومة حترسم لي حاجة بالمستقبل وهذه المعلومة لو أنا بحثت عنها بنفسي على فكرة هذه ممكن إحنا لو عززناها الأسازة في الثانوية العام عززوها بآخر فترة إنه أنت حتنقطع أوكي وحتقعد شهر بالبيت لكن إحنا بينينا فيك نقطة وبذلنا فيك بزرة حلوة إنه أنت المعلومة بديك تبحث عنها بشكل شخصي حتظلها بعقلك وبذاكرتك أفضل من أنا أعطيها لك نعم نعم أستاذ يعني كلام جميل الآن مع الأستاذ حسن أيضا في نقطة أخرى ربما أنت ذكرت يعني الطالب ربما قبل توجيه تكون ساعات المذاكرة محدودة جدا والأمور بتمشي يعني بسهولة لكن في فترة الثانوية العامة بيحتاج إلى ساعات ربما تكون مضاعفة ساعات أكثر الآن وجود هذا الكم من الساعات يولد لنا الطالب نوع من الملل وتصبح هناك نوع من الملل في الدراسة كيف يستطيع الطالب أن يتغلب على هذه الحالة حالة الملل من ساعات الدراسة الطويلة بداية نحن المشكلة أنه توجيهه هو لا يختلف عن تانية ثانوية الحادي عشر نعم بنفس الكم بالبوار كان مشكلته أنه الفصل الأول بيقدم الطالب امتحان وبرمي الكتاب اليوم توجيه بيقدم امتحان نصف الفصل وبيضل الكتاب في وجهه نعم فهذا بيضله الكتاب لآخر السنة معه الجزئية الثانية هي لمسألة التوتر اللي احنا تفضلنا فيه بداية المحاضرة هذا كمان أيضا بربك الطالب الجزئية اللي احنا بدنا إياها هنا كيف الطالب هو يستمتع في المادة كيف الطالب هنا يخفف من حدة التوتر اللي عنده في المادة نفسها الآن ليس العبرة بعدد الساعات أنه اللي أنا بدرس والله عدد 12 ساعة ولا أدرس 6 ساعات وليس العبرة في عدد وحجم اللي هو الوقت اللي أنا درسته للمادة الجزئية الثانية اللي هي أنا ممكن أغير الملل واكسر الروتين هي في مسألة تغيير مكان المذاكرة لا يلزم أنه أنا والله طول توجيهي بدرس في الغرفة هذه أو بدرس في الصالة أو بدرس في الحديقة يغير الإنسان من الرتابة تغيير الروتين هذا تخير أنت كل يوم بتعمل شغلة معينة الإنسان يا مل يصيب الملل والضجر أنه أنا مليت نفس الكتاب نفس الجلدة نفس الدفتر نفس المادة نفس الأستاذ بتصيبه الإنسان الملل فمن باب كسر الملل بإمكانه الإنسان نروح لحديقة المنزل يروحها يغير الغرفة يغير من شكل الغرفة بدل ما المكتب محطوط في الإشجاحية هذه نحطه في الناحية هذه هذا يعتبر بمثابة كسر للروتين وهذا ممكن أغير كمان أسلوبه في الدراسة بدل ما أنا معتاد على القراءة فقط لا بدأسير أقرأ وأكتب أعود أغير من أسلوبه في الدراسة أغير من الملاحظات اللي أنا بكتبها أغير المادة اللي أنا بدرسها وقت الضجر والملل ممكن أمسك مادة الرياضيات مادة الرياضيات ممكن تكسر عندي شوية من الحاجز في مواد تانية علمية مثلا فيها حل مسائل حسابية هدف وقت أنا انضغطت فيه ومش قادر أركز بإمكانه أروح للمادة التانية وأغير جاو ومش ضروري أضلي والله في الجدول اليوم مادة كذا لازم أضلي مع المادة كذا لا خلاص بغير جاو ممكن أعود لمادة تانية أعمل استراحة بسيطة وأعود للمادة من جديد نعم أستاذ حسان وأستاذ أي سنواصل في طرق المذاكرة والحفظ أيضا ولكن نأخذ فاصل قصير ومن ثم سنعود لنستكمل ونوضح للطلبة أفضل أوقات المذاكرة وطرق المذاكرة والحفظ وأمور أخرى إن شاء الله تهم الطلبة فابقوا معنا إذاعة صوت التربية والتعليم 102.1 FM مدرستك في بيتك وفاكر لما ضحكت مرة في وش الناس ولما قلت كلمة حلوة ورعيت الإحساس وديت الفقير واحترمت الغير ولما صبرت على الهموم ونصرت غيرك المظلوم ولما جملت غيرك حتى بالكلام وانت ماشي في شارك وبدك بالسلام رهديت على مدينك وصمتنا بينا لما ألها نبينا فاتبعوني فاتبعوني في حب الخير فاتبعوني 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 في الصدق والإحسان ونطف بالإنسان ورضى بالنصير ورديا للحابرين وفاكر حلوة ومدينك فاتبعوني 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 اللي غنبينا لنا فاتبعوني فاتبعوني في حب الخير فاتبعوني 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 صوت التربية والتعليم بيت العلمي والمعرفة أنتم تستمعون إلى صوت التربية والتعليم 102.1 FM صوت التربية والتعليم خدمة تعليمية متميزة برامج تربوية هادفة برامج تفاعلية تناقش قضايا المجتمع والأسرة وباقة من البرامج المنوعة 102.1 FM 102.1 FM أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت التربية والتعليم على موجة 102.1 FM 102.1 FM هدنا عليكم من جديد مستمعين الكرام لنستكمل هذه الحلقة من فضاءات تربوية والحديث حول طرق المذاكرة وتنظيم الوقت والاستعداد للامتحانات وغصيصاً الحديث لطلبات الثانوية العامة مجدداً أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو كل من الأستاذ آية المشهراوي المحاضرة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والأستاذ حسان فرجالله معلمة الثانوية العامة ومدرب التنمية البشرية أهلاً وسهلاً بكم أبدأ معك بعد الفاصل أستاذ آية يعني ربما من أهم الأسئلة التي يطرحها الطلبة هي طرق المذاكرة كيف يذاكر الطالب؟ كيف يحفظ بعض المواد؟ هل من طرق معينة للمذاكرة؟ للحفظ للدراسة؟ دراسة المواد العلمية؟ المواد الأدبية؟ ها سؤال مهم ووجيه سراحة وقبل أن أنوه لطرق الدراسة أريد أن يستحضر الطالب تحذير مهم وهو لصوص الوقت لصوص الوقت حذاري حذاري من لصوص الوقت أولها التسويف التسويف يعني أنا اليوم خلص بكرة بكرة بعده بيجري الوقت وإنت لسه مش شاعر بحالك لأنه أساساً إنت هيك إذا يمكن مش حاطت تايم تابل أو إذا حاطت وإنت مش ملزم فيه فهذه هي مهمة جداً لصوص الوقت الإنترنت والكل عارف قديش إحنا ممكن يسرق من وقتنا وإحنا مش حاسين إذا أنا أنت به لأنه هذا التصرب الوقت بيعمل عندي تراكم والتراكم هذا بيسبب ضغوط نفسية وبيعمل إنه أنا بتصير المادة شلفقة ما بيصيرش فيها عمق ما فيش فيه وقت إن أنا أفوت بالديتيلز التفاصيل فهذه مهمة جداً أنا بستحضر إن أنا لازم ألزم بالتايم تابل طيب إحنا لو حكينا عن طرق الدراسة فإحنا بنرجع بنقول الطرق مختلفة الطرق كتيرة لكن أنا بشوف منها شو بيناسبني شو بيناسب قدراتي فمثلاً أحكي على سبيل المثال إنه المواد اللي بشوفها كبيرة وبشوفها إنها ضخمة وبشوف إنه هادي بتعملي إزعاج نفسي وبشوف إنه يا الله من وين أبدأ زي الجبل هادي لا 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 تنساش إنه أنت حاطت خارطة إنه بس أنت إبدأ شوية شوية إذن أنا أهيئ نفسيتي إنه ما فيش حاجة صعبة وكل اللي بيحكوه هذا أكيد إنه مش صحيح لأنه أنا مختلف عن غيري أنا عندي قدراتي تختلف إذا زميلي لا صمح الله فشل أو قريب السنة العام الماضي فشل فهو يمكن ملتزم يمكن فيه مشكلة معينة لا أنا مختلف دايماً أقول أنا مختلف أنا كويس أنا ناجح أنا لازم أهيئ نفسيتي لازم أهيئ المكان يكون مكان شرح يكون مكان جيد للتهوية زي ما تفضل الأستاذ ممكن إنه أنا أغير المكان من مرة لمرة طيب مسكت المادة المادة هادي اللي أنا شايفها كبيرة بقسمها لسمولر بارتس لأيه بجزئها عشان ما تكون كبيرة فأنا بجزئها بعمل سكاننج بعمل قراءة عامة أوكي بامسك الموضوع بعمله قراءة عامة بعدين بجزءه التجزئها هذه كتير كتير بتسهل عليا هلأ أنا جزأت المادة بعدين جزأت الموضوع أوكي هلأ الموضوع بعد ما أنا جزأته برجع كمان شو بعمل بعمله سكاننج مرة تانية أنا غير السكاننج الشامل للمقرر لا اسكاننج لمين للموضوع هذا نعم بعد ما عملته élسكاننج بعمله أفكار رئيسة وبستخدم الهايلايتر الهايلايتر وبدي أعطي فكرة حلوة كنت أطبقها أنه أنا كنت بستخدم مثلا هايلايتر للعنوين لون معين مثلا الأصفر هلأ العنوين الفرعية أخضر فبصير أنا عندي ربط ذهني أنه الأصفر هذا للعنوين في كل المواد هلأ الأخضر هذا للعنوين الفرعية هلأ الأورانج للمصطلحات هلأ مثلا اللون الأزرق للتواريخ اللون الكازالة المعادلات فأنا هادي بتعطيني نوع من الرب أنا بكرة لما عمل ريفيجين هيك بعمل سكانينج مرة تانية آه صح هذا اللون هيك خلص أنا من مدة طويلة صار عندي هذا الرب إذن بعمل العنوين رئيسة بعدين أفكار فرعية هذه الأفكار الكوم اللي أنا شايفه كبير كله إيه اتجزأ أعطاني نوع من الراحة النفسية هذا أولا ثانيا نعملي ترتيب في الأفكار بكرة أنا في الامتحان لما أجي أعمل استرجاع للمذاكرة بروح أنا بتذكر النقطة الرئيسية هادي بتروح بتكررلك الأفكار الفرعية والنقاط الفرعية فأنا ممكن أستخدم حاجة تانية كمان من طرق المذاكرة وأنا بتدرس قصصات الورق الملونة قصصات الورق هادي ممكن أنا ألزقها على كل بيج على كل صفحة عندي الفكرة هادي والله فيه طلعت بملخص أو بنقطة هي زي بنقول كي واردز كلمات مفتاحية هادي الكلمة كتير طلبوا وأنا براقب بقول بس لو تذكريني بكلمة والله بتكرر المعلومة هي هادي الكي وارد بتجرلك باقي المعلومات فأنت القصاصة الملونة هادي لو حطتها في كل بيج بتعطيك أول حاجة نوع من البهجة بصير المقرر مبهج هيك قدامك ومرتب بدل ما هي الخربطة النفسية هادي اللي أنا فيها بخربشوك ما تخربشوا على الكتب خلوك إعكسوا نفسيتكو المرتب عليها حتى لو أنت مثلا كنت متأخر لسه إحنا يعني لسه معانا وقت فأنا بحط القصصات الملونة هادي بتعطي نوع من البهجة بتعطي نوع من الاستمتاع فبتساعدني كتير من ناحية الدراسة فيه كمان طريقة اسمها التحديب والتقير شو يعني التحديب والتقير يعني أنا مثلا الموضوع هذا كتير هيك بلف وبضور أنا بفهمه أو فهمته من أستاذي وركزت في الصاف بروح بعمله تحديب يعني بلخص المعلومة بطريقة سهلة أقدر أنا أتذكرها التقير العكس فكرة معينة أنا حسنها هتفلت مني هتروح مني بروح أنا بوسعها وبعطي أفكار مسترسلة فيها أكتر فهذا الطريقة كتير كتير بتخليني أنا أتذكر المعلومة فيه كمان حاجة مهمة أنا كمان كنت أطبقها يعني أنا بحاول أربط لكم من تجارب الشخصية كنت أعمل عملية التجميع يعني مثلا خلصت أنا في نهاية الفصل درست الحمد لله وكله تمام هلأ ببدأ أجمع التواريخ في ورقة لحال الرسوم التوضيحية لحال بعمل فايل أوكي الرسوم التوضيحية لحال المعادلات لحال الديفينيشنز لحال ممكن أخليهم بفايل وممكن أنا صراحة حاجتاني كنت أعملها أوزحها في الغرفة معلش الغرفة هاتي غرفة عمل ورشة عمل فأنا بعلقها قدامي بروح حتى وأنا مثلا ما أخد استراحة بريك هيك رايحة جاية بكون عيني على المعلومة وين ما أروح عيني على المعلومة عيني على التواريخ حتى الوقت اللي الضايع أنا ممكن إيه أستفيد منه قصة التجميع هذه كتير كتير مهمة قصة الربط العقلي كمان الربط العقلي كيف يعني يعني مثلا عندي في المصاق أو في المبحث متشابهات ومتناقضات أو كلمتين متشابهتين باللفز ومختلفتين بعمل أنا إيه ربط عقلي يعني أنه هادي بحطها مع هادي وبحاول أربطهم أو ربط عقلي مثلا فيه نقطة معينة أو فكرة معينة في المبحث أنا بربطها بحاجة من واقع الحياة هذا بيخليك بكرة في الامتحان تسترجعه بطريقة أسهل وأيسر دايما عملية الربط والخيال كتير كتير بتفيدنا مش بس في التوجيه لبعد هيك في الجامعة والذات أن الحياة الجامعية حياة متسارعة جدا شو ما بتبني أنت بتوجيهه أنت بكرة حتكمل في الجامعة نعم أستاذ آية أنتقل إلى الأستاذ أيضا حسان في نفس الموضوع هل هناك يعني فرق ما بين حفظ واستذكار المواد الأدبية والمواد العلمية هل يفرق الطالب يعني ما بين المادة التي تحتاج إلى حفظ ما بين المادة التي تحتاج إلى فهم في طريقة مذاكرة هذه المواد هو الطالب إذا اعتمد على فهم المادة سهل عليه حفظه أما ذا أنا مش فهم المادة من الأصل فهو واجب عليه أنه يرجع يقرأ من المقدمة يرجع الوحدة من مقدمة الوحدة ويبدأ يقراها من الكتاب لأنه إحنا كتير بنعاني مع الطلبة كان بيبدأ بيسأل عن الملخصات ويسأل عن الملازم من الفصل الأول وهذه أم المشاكل أنه يدرس من الملازم ليش السبب أنه أنا الكتاب لما أبدرس أنا الآن اتكلمت مثلا ربع ساعة هل أنت بتستطيع أي واحد أن يعيده الربع ساعة اللي أنا تكلمتها أكيد لا العقل إشي طبيعي أنه يختصر إذا أنا قريت المختصر العقل بدي يختصر هذا المختصر فالإجابة بدل ما يكون عليها أربع درجات كاملة في الامتحان مش هيجحط الأربع علامات لأنه هو اختصرها فإحنا مفترض من الطالب يقرأ من الكتاب لما أنا بقرأ من الكتاب بقرأ جملة بقرأ فقرة كبيرة لأن العقل لما بيختصرها بيجيب الجملة اللي هي موجودة في الملزمة من الأصل فهو الطالب أول شيء فهم المادة وهذا الفهم هو دليل ومرتكز لمسألة الحفظ الحاجة الثانية إذا ما تفضلت الأستاذة ممكن يستخدم الأساليب اللي تفضلت فيها تمام؟ ومسألة الألوان ومسألة اللي هي الكلمات المفتاحية لأنه العقل بيصير يتعامل جانب الدماغ الأيمن وجانب الدماغ الأيصر صار الآن أمامه كلمات مفتاحية حقائق موضوعية العقل الأيصر والجانب الأيمن صار عنده الألوان والصور هذه برضو عملة أكشن في الدماغ صار صعب عليه أنه ينساها بسهولة فهذه مسألة استذكار المعلومة يعود إلى أصل المسألة اللي هي فهم المادة أنا إيش اللي أنا قاعد بحفظه والتركيز الآخر اللي هو ترتيب المنطق للمعلومات في الدماغ كل ما أنا رتبتها ترتيب منطقي كل ما أنا كان سهل علي استذكارها في الامتحان ليس العبرة بتخزين المعلومة إنما يعني أنا ممكن أحط في الطاولة أنا العديد